رسالتي الاولى الى الاسطورة الى النجم اللامع الموهبة بدر الامطوع لا عاد تشوفك عيني في المنتخب شكرا 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 جزيلا يا بدر عد ادراجك كلاعب محلي ما عندنا مشكلة لكن في المنتخب لن نقبل منك عطاء مهما كان حجم هذا العطاء انت في سن لا تستطيع ان تؤدي وتتناغم مع ما نصبوا اليه في بلوغ كأس اسيا واستعادة الوصول الى كأس العالم شكرا بدر الامطوع شكرا ارجع الى وضعك روح وظيفتك تطور فيها هناك في مجلس الامة اد الوظيفة المطلوبة منك في مجلس الامة انت في الملعب خلاص انتهيت انا لا اكابر انا العب كرة وانت مو مولود هذا السن يجب ان تحترم نفسك وتحترم الجماهير وتعلن عدم رغبتك في الاستمرار انت من تحسن من جاسم يعقوب ولا فيصل الدخيل ولا العنبري ولا فتحي ياهم يوم وقالوا بس وانت مو احسن من ماردونة ولا بيلي ولا ريفالينو ولا كمبس ولا ازيبيو ولا 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 ياهم يوم وقالوا شكرا شكرا جزيلا تحب بلديك تب تعطي بالمجلس في حرس مجلس الامة داخل الملعب لن نقبل ان يكون بدر المطوع بعد اليوم لاعبا يحمل شعار المنتخب ما عملت طول رحلتك قواك الله بيظل ويهك اسعتنا شكرا جزيلا من القلب اقولك اياها لكن بس فولستوب